السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقتنا اليوم من الأخبار الفلكية عن انتقال كوكب الزهرة من برج العذراء لبرج الميزان يوم الخميس 29 أب أغسطس انتقال الزهرة طبعا رح يكون الساعة وحدة واثنين وعشرين دقيقة بعد الظهر بعد ظهر يوم الخميس ورح يظل الزهرة موجودة في برج الميزان حتى تمام الساعة ثنتين وستة وثلاثين دقيقة فجر يوم الاثنين ثلاثة وعشرين تسعة لا تنتقل الزهرة بعدها لبرج العقرب كوكب الزهرة معروف انه دائما منحكي انه لما بيكون ايجابي بعطينا العاطفية والحب الانسجام المال الجاذبية التفاهم وايضا الميول الفني ولكن من سلبيته لما بيكون منتحس بعطينا الغيرة وبيعطينا العنادة ايضا رح يشعروا موليد برج الميزان بقوة العاطفة اللي رح تحدث تحسن ايضا على مظهرهم الخارجي وبينجذب ايضا افراد من الجنس الاخر لالهم بيستفيد معهم موليد الابراج الهوائية الاخرى اللي هم الجوزاء والدلو والناري اللي هم الحمل والاسد والقوس وكذلك كل شخص تواجد لديه ساعة ولادته كوكب الزهرة في برج الميزان عادة الاشخاص اللي بينولدوا بتكون الزهرة عندهم موجودة في الميزان هدول اشخاص بيكونوا رومانسيين بقدروا الفن والجمال بيميلوا لتبادل العاطفة مع الطرف الاخر بهدوا واتزانوا بيحبوا امتلاك الحاجيات الفنية الجميلة والاهتمام بالنفس اكثر وجود الزهرة في الميزان افضل بكثير من وجود الزهرة بالعذراء لانه بالميزان تعطيها طاقة اكبر فتعطي تعبير عن العاطفة اكثر وبرضو تعتبر في مكانها الطبيعي عشان نحدد انه رح يكون وجود الزهرة في الميزان سعيد ولا منتحس لازم ننظر للزوايا الزوايا هي اللي بتحدد دائما قوة وجود الزهرة في اي كوكب او اي كوكب وجوده في اي برج فاول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية رح تكون يوم الخميس اللي هو يوم الانتقال تسعة وعشرين ثمانية زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين بلوتو تخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية بتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة ايجابا بحيث انها بتدعم وبتتعزز اكثر فاكثر وبتجلبنا نوع من انواع السعادة العاطفية الكبيرة وبتدخل الانفعال في علاقاتنا الجنسية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم الاثنين خمسة عشر تسعة زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين المشتري وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز الجوانب الاخلاقي والذوقي في السلوك مما يسهل التعامل مع الاخرين والتفاهم معهم كما انها بتسهل عملية اقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل كذلك بتعزز الذائق الفني والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات تصلها بذلك بالفن الديكور تجميل وايضا بتمنحنا الرغبة في الرفاهية وبتجلبنا البهجة وبنحقق نجاحات شخصية وهذا وقت مناسب للخطبة او للزواج اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية رح تكون يوم الاحد اثنين وعشرين تسعة وهي زاوية التربية السلبية بين الزهرة وبين بلوتو هاي زاوية بتدفع للعنف وبتجعل مزاجنا عدواني وعصبيين جدا وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وتسبب برضو خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية بما انه شفنا الزوايا اغلبها بالبداية رح تكون ايجابية ولكن اخر زاوية اللي هي تقريبا بتبدأ يوم اثنين وعشرين تسعة ذروتها بتبدأ تأثيراتها قبل بخمس ايام وبتستمر خمس ايام بعد هذا التاريخ فبدنا نكون حذرين عاطفيا عشان نشوف ايش التأثيرات على جميع الابراج طبعا بدنا نركز بشكل جيد ونسمع البرج ونسمع الطالع برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا هو عان الوقت لتعزيز العلاقات العاطفية وتحسين الاجواء الحميمية بينك وبين شريك العاطف الاسيما فترة الجفاف اللي مرت خلال الفترة الماضي والمشاكل والاضطرابات ونوع من انواع المواجهات فهي فترة مهمة تقدر تظهر خلالها مشاعرك الحقيقية بكل تألق وحب الكثيرون من الجنس الاخر بيجدوا فيك في هاي الفترة الشخص المناسب لقامة علاقة حب كما انواعليك الاستفادة من كل شراكة مالية دخلتها او رح تدخلها فهناك الكثير من الخير اللي رح يجي خلال الفترة القادمة بتجد الكثير من المساعدة من اشخاص من الجنس الاخر ورح تعمل لتعلم هواية جديدة او تحاول تطوير موهبة تمتلكها من قبل لاسية من مساعدة شخص من الجنس الاخر حيث يعني ممكن يقدم لك الدعم المطلوب مما يجعلك محط اهتمام الاخرين برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور هاي الفترة فترة مناسبة جدا لتحسين العلاقة مع الزملاء في العمل واعادة ضبط الامور بطريقة ودية وفيه اشخاص ممكن يحاولوا التقرب منك من الجنس الاخر عم من مكان عملك او زملاء عمل بهدف اقامة علاقة حب او صداقة بعيدة عن اجواء العمل الروتيني حاول انك ما ترفع كثير من الاسوار في وجههم دع الامور تصير بكل بساطة هاي فترة جيدة لتحقيق بعض المكاسب المالية او الحصول على هبات او مكافآت مالية بتكون هاي الفترة نهم جدا وبتحب تناول الكثير من الطعام فعشان هيك بدك تحذر من البدانة او ارتفاع الوزن بالفترة القادمة واحذر يا صديقي من اضطرابات الهرمونات لانه برضو رح تأثر على زيادة الوزن بالنسبة لما وليد برج الجوزة كثير من الاشخاص اللي يعني كنتوا بتشكوا بالتململ بالفترة الماضية وخصوصا كان تراجع عطار ادأثر عليكم بشكل كبير ولكن الان اجت الفرصة المناسبة المليئة بالحضوذ والفرص العاطفية والمالية يمكنك البدء بعلاقة حب في هاي الفترة او تحسين وتدعيم علاقتك مع الشريك العاطفة او اعادة الامور لما جراها الطبيعي ورح تكون محط اهتمام صديق مقرب منك وممكن يغمرك بالمحبة والاهتمام مما يدخل البهج على قلبك كما انه لديك الكثير من الفرص المالية اللي بتيجي عن طريق اموال مشتركة او هبات من الزوج او الزوجة بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا هاي الفترة بتناسبك للقيام بتعديلات منزلية او بيع او شراء شقة او عقار او المتاجرة ببعض الاملاك كما انه شهر العلاقات المنزلية وعادة ضبط الامور ووضع القوانين العائلية ولكن بطريقة محبة بعيد عن التشنج اهمش انك ما تبالغ في فرض ذاتك على الاخرين او الابتعاد عنهم كما انه دائما يعني كن وسطي بعيد عن المبالغات في ارباح برضو ممكن تيجي عن طريق شخص من الجنس الاخر وممكن تصلك رسالة مفاجئة من احد الاشخاص من الجنس الاخر اتحسن مزاجك وتفرح قلبك بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا هذا الشهر هو شهر التواصل والاتصال والعلاقات ما بينك وبين الاخوة والاخوات والتبادل التجاري القريب اللي بيعود عليك بالربح السريع ويمكنك الان وضع النقاط على الحروف وتحسين علاقتك بالوسط المحيط اذا كنت في بعض المشاكل العالقة الان بامكانك حلها ممكن تتوصل لكثير من الحلول المرضية ورح تجد كثير من الاشخاص اللي بيودوا التواصل معك بشكل فعلي في بعض الانفراجات القريبة جدا فيما تسعى اليه فلا تجعل اليأس انه يدخل لقلبك ويسيطر عليك وكون على يقين بانه ثم امل يطل عليك في فترة قريبة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا هذا شهر المال والمعاملات البنكية والقروض والكثير من الاوامال في طريقها اليك ولسيما من مجهودك الشخصي ممكن تسترجع بعض المستحقات القديمة او الديون المستعصي في هذه الفترة ورح تفتح امامك قنوات عديدة لكسب المال وممكن تعرض عليك بعض العلاقات المالية من قبل اشخاص من الجنس الاخر لا تتأخر في قبول ما يقدم اليك بدافع الحب والمودة ولكن فترة جيدة للقيام بانهاء بعض الاوراق القانونية حوية او جواء السفر او معاملات رسمية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا دخول الزهرة لبرجك يعني انفتاح الابواب على مصرعها وبداية الانفراج وانعدال المزاج عاطفيا هي الفترة الاجمل هذه السنة بتجد نفسك جذاب ومرغوب من الجنس الاخر والكثيرون بيحاولوا تقرب منك وطلب غدك وبيكون لك اشراقة الخاصة المبيرة ورح تنفجر مواهبك الفنية غنى عزف كتابة رسم تجميل اي شيء بتعلق في هذا المجال وهي الفترة الافضل للدفع بمواهبك للامام وممكن يعني هيك يكون في بعض التشجيع والدعم من المحبين والمقربين منك ماليا هو شهر المال بيجي من حيث لا تدري يمكنك الاستفادة من هذا الاجواء الفلكية لإقامة مشروعك الخاص كما انك بتكون تحت الاضواء والشهرة الاجتماعية لعمل بتقوم فيه برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا وجود الزهرة في بيت متاعبك يعني انك رح تكون ميل للدخول في علاقات غير معلنة ممكن تبدأ علاقة عاطفية او تحاول اخفاءها او عدم الاعلان عنها لسبب ما هناك من يحاول اغراك او اقاعك في شباك العاطفة على الرغم من نفورك الكبير منه اهمش انك ما تحاول الدخول في مغامرات غير محسوبة وكون على حذر عندك فرصة كبيرة للتعاقد مع شركة او مؤسسة مالية مهمة جدا وممكن توقع على عقود تتعلق بسفر خارج البلاد او زواج او عمل حاول انك تبتعد عن الاجواء المتوترة او الاجواء اللي بتثير انفعالات سلبية عندك وعطي نفسك فرصة لتعيش الحياة بشكل افضل برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس هو شهر النشاط والحركة والعلاقات الاجتماعية والتواصل الثري والبناء لا سيما مع الاصدقاء كثير من اللقاءات المثمرة والنشاطات الغنية اللي بتعود عليك بالراحة والبهجة وممكن تجد نفسك مصلح اجتماعي وبتكون ملفت للانظار هاي الفترة لا سيما من الجنس الاخر الكثيرون بيحاولوا تقرب منك فكون كما هي عدتك لبقا ولطيف ثم مشروع مهم ممكن تدخل فيه في الفترة بالتعاون مع شخص بتكون له الكثير من المحبة والمودة وبتجد نفسك مدفوع من جديد للنشاط الادبي او الفني حتى اذا كنت مش من اصحاب هذا المجال ممكن شوي هيك تجد نفسك بتكتب خواطر بتنشاط بشكل واضح وبتكون مثار اعجاب او محطة اعجاب للاخرين برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هذا شهر العمل عزيزي الجدي فبيحمل مشاريع ولقاءات مثمرة في هاي الفترة لديك هواجس كبيرة بتسعى لتحقيقها وهي الفترة مناسب لذلك اهمش انك ما تتدخر جهد للوصول لغايتك اللي كان بيبحث عن عمل بتكون هاي الفترة افضل وبتكون فرصة مفتوحة امامك كمان وهذا شهر جيد ومناسب للعمليات الجراحية والتجميلية واتباع البرامج الغذائية المدروسة عاطفيا على الرغم من انه هاي الفترة ما رح تكون الافضل لكنها لا تخلو من بعض اللقاءات اللطيفة اللي بتفرحك وبعض موليد برج الجدي ممكن يتلقوا ترفيع او ترقية او منصب برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اذا كنت بترغب في السفر خارج البلاد فهذا الشهر هو الافضل الفترات خلال هاي السنة في كثير من الفرص للانتقال او السفر خارج البلاد او للعمل او متابعة الدراسة الاكاديمية وممكن تتلقى كثير من المساعدات من اشخاص بيقيموا في الخارج ممكن تلتقي ببعضهم وتكون اللقاءات مثمرة جدا في التوقيع على عقد او ابرام صفقة ناجحة اللي بكون عنده دعوة قضائية بإمكانه الان الدخول فيها وحلها سلميا او رضائيا عاطفيا الاجواء مناسبة جدا لتعيش مع شريك العاطف في فترة حميمية او لتبدأ علاقة عاطفية لاسيما مع اشخاص قرباء عنك او بيقيموا في مكان بعيد عنك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هذا الشهر بالنسبة للك شهر مهم للشراكات المختلفة عاطفيا ماليا عمليا هذا شهر مناسب للحصول على تعوضات او على مطالبة بترقي او تحسين وضعك الاجتماعي او عملي يمكنك الدخول في عمليات بيع او شراء او تبادل عقارات او تغيير المسكن او تحسينه يمكنك الدخول في عمليات اقتسام التركة او الارث وما يتعلق بذلك عاطفيا تجد نفسك تسعى لخلق اجواء رومانسية مع الشريك العاطفي وحل المشكلات ان وجدت وبتكون طبعا اطباع سلسة بعيدة عن التوتر على الرغم من الضيق اللي بتعاني منه الا انها فترة ايجابية دعملة اليك ماليا ومعنويا هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء